أهلا بكم من جديد إلى العرب اليوم ونبدأه بتصريحات رئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي رد على مطالبات أوروبية لمصر بوقف العدمات بأن أخذ الحق هو جزء من الثقافة السائدة بين سكان المنطقة مطالبا الأوروبيين باحترام أخلاقيات وإنسانية المصريين هذا وقد توالت ردود الفعل المنددة بموجات الإعدام في مصر كان أبرزها من مكتب مجلس حقوق الإنسان الذي وصف هذه الإعدامات بالتعصفية أنا طلبت للدول الأوروبية أنها تراجع نفسها وتقول أنها تراجع عقوبة الإعدام عندها هيعتبر من جانبنا عدم تفاهم للواقع والتطور اللي الأوروبيين شايفين أنه مناسب لهم وهو كذلك مناسب لهم لكن محدش وإلا بأحنا من الكلام على أنتم عايزين تعلمونا وده مش مطلوب أننا نبقى وأننا نبقى المنتهى الصراحة ومنتهى الثقة أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيامنا ولدينا أخلاقياتنا إذن كان هذا رد الرئيس المصري في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لأحد الصحفيين الأوروبيين حول أحكام الأعدام ما الأخير قال السيسي بأن أحكام الأعدام هي ضمن الثقافة العربية ضمن ثقافة المنطقة ورد على هذه المطالب بأن طبيعة المنطقة يمكن أو ربما لا يفهمها الكثير من الأوروبيين للمزيد ينظم إلينا شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع البدني وحقوق الإنسان مرحبا بك معنا أستاذ شريف عندما يقول السيسي في قمة شرم الشيخ مدافع عن قرارات الأعدام بأنها من صميم الثقافة المنطقة ولا يمكن فرض الثقافة الأوروبية عليها ويقابل ذلك بصمت أوروبي حينها ما فائدة بيانات التنديد الصادرة عن هذه الدول الأوروبية وهل سيثني ذلك النظام الوصري على تنفيذ أعدامات أخرى أنا أظن أن هذه المغيرات لن تكون مقنعة بالتأكيد للعديد من الدول سواء من دول أوروبية أو غير أوروبية وسبق الرئيس السيسي أن أستخدمها في مقابلته مع الرئيس ماكرون منذ حوالي شهر في الحقيقة يعني نزيلت الصلاحات موضوع استخدام منطق الخصوصية في الدفاع عن أحكام الأعدام التي تتم بشكل متتالي ومتزايد في الحقيقة بيتنافع مع فكرة الكونية يعني كونية حول الإنسان نفسها فكرة حول الإنسان هي فكرة كونية وفكرة لا تقبل التجزئة طالما أنت صدقت على كثير من هذه المواثيق لا أظن أنه يحق لك أن تستخدم مادة أو فكرة الخصوصية أو لنا إنسانا ولكم إنساناكم بالتأكيد أنا في تأديري أن هذا الملف وكثير من الملفات الخاصة بحول الإنسان سوف يكون مستقدما في الميديا العالمية في محافل حول الإنسان زي مجلس حول الإنسان ومصر عندها مراجعة دورية في نوفمبر القادم فيما يخص هذا الملف بالتأكيد سوف يستخدم مفوضية حقوق الإنسان تحدثت عن هذه الأعدامات اليوم في بيان من المفوضية لو نعود إلى الموقف الأوروبي أستاذ شريف هل باتت المصالح الاقتصادية والمخاوف الأمنية سواء من الهجرة غير شرعية أو من الإرهاب أهم وأبقى عند الأوروبيين من أي اعتبارات إنسانية أو حقوقية وكأنهم يقولون بأن حقوق الإنسان والحريات ربما هي طرف ورفاهية لا حاجة للشعوب العربية بها في الحياة هم حتى لو كانوا مع حول إنسان أنا في تأديري طبعا على العلاقات الاقتصادية وحسابات المصالح لدى كثير من الدول الأوروبية سوف تكون لها الأولوية على الأقل في الوقت الحالي وإحنا شايفين العلاقات الأوروبية والعلاقات الأمريكية بالحكومة المصرية بيتم التغاضي عن كتير من هذه الملفات وهذه الانتهاكات لجم في تأديري أن هذا يبقى مؤقت لأنه عندك رأي عام في هذه الدول وعندك مناصمات للحكومية وأليات دولية بتراجع وتتحدث دايما عن الانتهاكات الحقوقية فبالتالي لا أظن أنه على المدى الطويل الحكومات الغربية وأوروبا بالتحديد عندها مصدقية في النوع ده في التعامل بشبه هذا الشكل مع هذه الملفات الحقوقية حتى لو كلمنا عن موضوع اللاجئين والهجرة بالتأكيد على المدى البعيد انتهاك حول إنسان في مصر أكيد بيأثر سلبيا حتى على هذا الملف يعني كثير من المصريين يبحثون عن السفر بشكل غير شرعي لدول أوروبا حتى كثير من أبناء الطبقة الوسطى برضو بيبحثوا لهم عن ملجأ في الدول الأوروبية فعلى المدى الطويل أنا في تأديري حتى فكرة تقليب المصالح الاقتصادية على احترام حول الإنسان لن يكون مفيدا لأوروبا طيب إذا كانت هذه المصالح الاقتصادية بين البلدان تتحكم في الموقف الأوروبي والأمريكي أو غيره طيب ماذا عن المنظمات الأممية ماذا عن الأمم المتحدة مفوضية حقوق الإنسان مثلا اليوم يعني شككت في توفر محاكمة نزيهة للمحكمين بالأعدام وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب ولكن هي اكتفت فقط بالتنديد ماذا يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك برأيك شوف أنا أقول لك حضرتك حاجة يعني أولا حتى في مؤسسات داخل أوروبا مؤسسات غير رسمية زي البردان الأوروبي مثلا زي مجلس حول الإنسان حتى لو هذه التنديدات أو الرفض لحقوقة الإعدام بهذا الشكل كما نرى في مصر غير موجدي حاليا لكن أنا في تأديري سوف يسمر ضغوطا بالتأكيد في هذا الملف وشوفنا كتير في بعض الملفات الحقيقية سواء في عصر مبارك ما قبل الثورة أو حتى في الفترة الأخيرة يعني عندما يضع قادرة الدول الكبرى فكرة حول الإنسان في بعض القضايا من هذا النوع بيتم الضغط بمجابها على المظام السياسي في مصر وبيأخذ قرارات أحيانا يعني تتوائم أو تنقول أن هي فيها بتمثل ترجوعات عن بعض الانتهاكات طبعا مش كلها في تأديري ما ينفعش أنت تتجاهل هذا الرأي العام الدولي والمنظمات الأممية ومنظمات لها مصدقيتها في العالم زي العفو الدولية أو الهومرادسوش أو حتى مقررين الخاصين بحول الإنسان ومفوضية حول الإنسان وشوفنا الأسبوعين الأخيرين كثير من التصريحات المنذري بهذه العقوبة خاصة كان استخدمها في الجرائم منذ الطبع السياسي يعني بسعر لكن هي اختصرت على تصريحات نعم اختصرت على تصريحات وإدانات دعني أعود معك أستاذ شريف إلى موقف نادي القضاة المصري هو أيضا ندد بدوره بموقف أو بتصريحات مفوضية وقال إنما ورد فيها تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل كما وصفه هل هو بالفعل كذلك هل القضاء المصري مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات أو ضغوطات سياسية لا شوفوا نظام العدالة في مصر خلال الخمس سنوات مليئ بعشرات الملاحظات على فكرة المحاكمة العدلة فيه كثير من القوائين صدرت بتخل أحيانا بهذه الضمانات حتى عمليا يعني كثير من هذه الحكومات يتم فيه هيئات تبع للسلطة التنفيذية تبع وزرط الدخلية بالتحديد مع أمناء الشرطة وغيره وكمان كثير من الحالات شفنا أنه فيه ناس بيحكم عليها بهذه العقوبة وبعد كده قبل تنفذها بيظهر أنه أنها كانت بريئة هذا حصل في تاريخ القضاء المصري في كثير من الحالات ومنها الفنانة حبيبة على سبيل المثال حتى جريمة صد طبع جنائي ما كانت صد طبع سياسي في تأديري إحنا محتاجين يعني محتاجين من الحكومة المصرية أن يبقى فيه مشتشار في هذا الملف ووضع أولوية يعني أولا حتى مجموعة الإرهاب ليست مبررا لأنه يبقى فيه هذه الأحكام المتوالية والكبيرة شكرا في معقوبة الإعدام نعم شكرا جزيلا لك شريف هلالي المدير أو مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان